فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين تحدثنا فيما سبق عن أهمية الدعاء بأسماء الله الحسنى كسلاحاً في مواجهة الأزمات أسأل في البداية في هذه الحلقة عما أوصانا به القرآن الكريم فيما تعلق بأسماء الله الحسنى سواء على مستوى الإيمان والعقيدة أو على مستوى العمل أيضاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نعم الأسماء الحسنى مطلوبة من المسلم ومن المؤمن أن يستعملها في الدعاء وأن يعتمد عليها اعتباداً كلياً تسألني حضرتك وهو سؤال مشروع طبعاً يعني من أين جئت بهذا الكلام؟ وما هو دليلك على ذلك؟ باختصار شديد ورد في القرآن الكريم وردت آيتان نزلت في هذا الشأن ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها وآية أخرى في سورة الإسراء قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى طبعاً يعني المفسرون في أسباب نزول يعني في بعض الآيات لها أسباب نزول وبعض آيات لا فسبب النزول أنه يعني أن أبا جهل سامع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه رواية سامع بعض يقولون يا الله ويا رحمن فقالوا يعني يدعونا محمد إلى إله واحد وهو يدعو ويعبد إلهين فنزلت هذه الآية أما يعني باحثين عن أي عيب فلكن مفروض من البدهيات أن كسرة الصفات لا تقدح في وحدة الذات يعني في ناس كثير لها اسمين مثلاً اسم نادي به الناس واسم رسمي هل ده يعتبر شخصين أو شخصين ده طبعاً لا يمكن وحذرنا من أن نحن الذين يلحدون في أسمائه وسنعرف ما معنى الإلحاد في الأسماء الحسنى هؤلاء دعوهم ولا تلتفتوا إليهم وامضوا حيث أمركم الله سبحانه وتعالى وبرضو في حديث إن لله تسعة وتسعين اسماً أو دباء ما ورد في السنة النبوية في السنة النبوية فهذا ممكن أسميه الدليل النقلي يعني نحن دائماً في العقائد عندنا دليلين دليل مثلاً خد عندك صفة الوحدانية مثلاً يعني نحتج عليها بالقرآن وبالسنة ده سميه الدليل النقلي يعني المنقول من الكتب المقدسة عندنا أو الكتب من القرآن الكريم لكن هناك دليل عقلي وهذا هو الفرق بين يعني الكتب السماوية السابقة والقرآن الكريم لأن القرآن الكريم يعني مفتوح لآخر العالم وللناس كلها فلا بد أن يقاطب يعني صحيح يقاطب المؤمنين لكنه قد يقاطب غير المؤمنين بأكثر مما يقاطب المؤمنين زي الآن مثلاً فغير المؤمن ده لما تقوله أنا والله أجب لك أي من القرآن أو من الحديث يقول لك ما يلزمنيش أنا ما قال لك أنني أؤمن بالقرآن إنما نلزمه بدليل يسمى الدليل العقلي ما يقدرش بقى هنا يعني فاصل معانا يقول أنا مليش عقل فهذا هو الدليل النقلي اللي هو ورد يعني إما آية من القرآن الكريم وإما حديث من الأحاديث الصحيحة في السنة طبعاً حتى علماء العقاء العقيدة يشترطون في الحديث الذي يعني الآية طبعاً خلاصة فيش شرطات لأنها ثابتة يعني لكن يشترطون في الأحاديث الذي أو الحديث الذي يستخدم في إثبات عقيدة وليس حكماً شرائياً عملياً العقائد العقائد بالذات قالوا لابد أن يكون حديثاً متواتراً بخلاف مسائل الأخرى التشريعية الفق كذا وكذا ممكن الحديث الأحاد حديث الحسن ممكن يشتغل فيه ده أنه سميه الدليل النقلي طب ما الدليل العقلي على أن أسماء الله الحسنى هذه أسماء يجب أن نتوقف عندها وأن الدليل العقلي أنه لو لا هذه الأسماء لما استطعت أن تعرف الله تصور لو أن نحن طلب مننا الإمام بالله سبحانه وتعالى ولم يلد في القرآن ولا في السنة أي وصف لي ممكن أن نتصور حجر ممكن أن نتصور وثن ممكن أن نتصور شخص ممكن أن نتصور جبار وقاتل وكذا على غير حقيقته على غير حقيقته فهذه الأسماء الحسنى هي النوافذ على معرفة الله سبحانه وتعالى وإذن يلزم عقلا يسأطالبني بالإيمان به أن يقول لي من هو هذا هو الدليل العقلي على الأسماء فهذا على مستوى الإيمان الإيمان عندنا القرآن وعندنا السنة على مستوى العقل عندنا الدليل العقلي أن لولا هذه الأسماء لكنت أعبد مجهولا من جميع الوجوه وطبعا عبادة المجهول منطقيا لا تصح لأنك حتى تصح العبادة لازم يصح عندك المعبود أولا وإلا سترد العبادة على مجهول وطبعا معروف في القواعد العقلية أن الحكم على المجهول لا يفيد الأسماء الحسنى فعلا لو أخذت بعض بعض معانيها يعني تنشئ إنسان كل خير من في جميع جوانبه لأن فيها مثلا التأمل في الرزق فلا يعلم الرزاق فيعلم أنه يعني لا أحد أرزقه وإنما عليه أن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه وعليه أن يأتمر بأخذ الأسباب لأن في ناس كثيرين لا يقيم لأخذ السبب وزن مع أنه مأمور به مأمور به وأحدث كثيرة جدا ومواقف كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم مع المتعضلين وكيف أنه كان يقولوا لا أرينك إلا بعدك أجل إذهب ولا أرينك فالمطلوب أخذ الأسباب أخذ الأسباب ثم بعد ذلك هو الله الرزاق سبحانه وتعالى داخل شخصية قوية في المجتمعات أيضا مثلا الرؤوف يتعلم كيف يكون رؤوفا بالناس الرحيم إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة إيه معنى أحصاها فضلت الإمام؟ أحصاها يعني ورد فيها كلام كثير لكن يعني لا داع أن نحن نربك المشاهد الكريم معنا في هذه الجزئيات أو هذه التفاصيل وإنما نقول بأن من أحصاها يعني من وعاها ومن يعني عرفها لأن ليس من أحصاها فيه كثيرون قالوا من أحصاها معنا من حفظها ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحفظها يعني كنا ممكن أن أحصاها نأخذ لأن أحصاها تأتي أكثر من معنى بس المعنى التي ظاهر فيها اللي هو الحفظ والحصر فالحديث كنا نقول مثلاً والله من أحصاها يعني من حفظها لكن يجي عندنا لا يوجد ما يصحح هذا التفسير أو ما يلزمنا بهذا التفسير فإنما الذي يلزمنا هو الوعي بها وبمعانيها وبالدعاء بها ده معنى الإحصاء ده معنى الإحصاء أمر آخر برضو أن الإحصاء لا يدل على الحصر كما يعني سنعرف أو كما ده المعنى اللغوي الظاهر نعم إحصاء يعني حصر آه لا يعني عد لا 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 هذا هو العد لا معنى الحصر يعني أنك تريد أن تقول هذا الحديث يقول أن لله 99 اسما معناها ما ليش أي اسم آخر وده معنى الحصر لو فهمت من الإحصاء أنه يستلزم الحصر لا الإحصاء هنا له معنى لا يستلزم الحصر لأن الإحصاء مرتبط بدخول الجنة من أحصاها دخل الجنة فالإحصاء كل ما في معانيه يقول لك من أحصاها دخل الجنة لكن لم يقل لنا أنه حصر أو حصر هذه الأسماء في الـ 99 يعني وأن لا يكون لله سبحانه وتعالى اسم آخر لغاية 99 طب هل لا يحق لنا أنه إحنا نطلق على ربنا سبحانه وتعالى أي اسم آخر خارج هذه القائمة هو أيضا في هذا السؤال تفصيل في الإجابة لكن دعني أقول أنه يمكن ابن حزم تقريبا هو الوحيد الذي قال أنا أفهم من لأنه ظاهري يعني دايما عنده ظاهر النص ودائي يجعل المزهر ضيق جدا إلى أبعدهم لأن طبعا النصوص لها ظاهر ولها يعني لها مجازات ولا يعني استعمالات أخرى غير الاستعمال الظاهر إذا فهو قال أنا أفهم إن اللاة 99 يسمى أن هذا حصر للأسماء في الـ 99 لكن جمهور العلماء أن هذا غير صحيح لأن كلمة أحصاها لا تعضي هذا المعنى إنما تعضي الارتباط بين إحصاء الأسماء دي وبين ذكور الجنة لم تحدثني أكثر على شيء خارج على هذا الارتباط يعني حتى قالوا أن لزيدا 20 ألف دينار أوقفها على الفقراء هذا لا يعني أن زيدا ما عندهش أكثر من كده فهي تماما إن اللاة 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة هل الأسماء الحسنى توقيفية؟ في حاجة اسمها التوقيفي وحاجة اسمها قياسي التوقيفي هو ما يلزمك أن تقف عنده لا تتجاوز خطوة واحدة لا تتجاوز أبدا القياسي ده اللي يفتح لك الباب ويقول لك هات حاجك وإيسا بس تقيسها على هنا يعني لازم بس تكون مقاسة على يسعليها أو يعمل زيها أو أقول زيها نعم فإذن في مذهبين مذهب يرى أن الأسماء الله الحسنى توقيفية ولا يجوز لك أن تتخطاها إلى إسمها لا تختنع إسم من عندك حتى مهما كان من يعني الحسن والجمال ومما يليق بذاته تعالى لأن المسائل خاصة المسائل العبادية يقتصر فيها على ما ورد لكن هناك آخرون وبرضو هم مثلا الإمام الغزالي يقود هذا الفريق أن إحنا بنتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى وده موضوع إحنا لا نقدر شوفه ولا العقل حتى يصل عنده فإحنا ليس أمامنا إلا أدعو بالتسعة وتسعين لأن التسعة وتسعين دي من أسماء الله هو بيقول أنا ما أعرفش في أسماء الله تاني ولا مهيس وعشان كده يقتصر على مورد الفريق الآخر وهو تزعمه يعني من المتكلمين المعتزلة يقولون يعني من الجائز للإنسان لأن الظروف متغيرة وقد تكون مثلا هناك حادثة يبحث عنها فلا يظهر له مناسبة الاسم الذي سيدعو به بهذه الحادثة بهذه الحادثة وهو يستعرض للأسماء التسعة وتسعين مثلا فقالوا إنه يجوز أن يخترع اسما لكن بقياس الأسماء دي يعني بحيث أنها لا تناقض هذه الأسماء وبالتالي لا تلحق بالله سبحانه وتعالى شبهة نقص وشبهة النقص فأن يكون اسم مضاد لا ممنوع أو أن يكون اسم مثلا يدخل لله سبحانه وتعالى في مشابهة مع الخلق فده حجة هؤلاء وحجة هؤلاء فضيلة الإمام يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها كيف ندعو الله بأسماء الحسنى؟ يعني تدعو بما يناسب الاسم لا بما يضاد معنى الاسم فمثلا يعني يقول يا رزاق ارزقني يا قوي عني مثلا يا رحيم ارحمني وهكذا يعني كون في مناسبة بين المطلوب في الدعاء وبين الاسم من أسماء الله الحسنى على كل حال الحديث عن أسماء الله الحسنى لا ينتهي ولن يتوقف سنواصل الحديث عنها في الحلقات المقبلة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الموصول ومشاهدين شكرا جزيلا لكم أيضا على حسن المتابعة ونلتقي وإياكم مع الإمام الطيب في حلقة مقبلة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة